اخدام ايه او الابليكيشن سهلة جدا يعني دايما كنت باعد اقول للبنات عشان الجزور اللي انتو مش طايلينها ممكن نروح الاسبيشاليست انت راحة بعبوتك شرياها من مكان من المادر كامبني من ام المنتج يعني صاحبة المنتج فانت عارفة ان هو مش من ايد ليد ليد لأ بالعكس انت جايبها من مصدا كانت جايبها من البرازيل لغاية بيتك ده اولا ثانية لو انت مش طايلة الجزور بتروح الهير اسبيشاليست بتطلبي الهير اسبيشاليست تجيلك البيت تعملهوليك فيه بنات بقى دلوق اختها او صاحبتها او بنت خلتها بيعملوه البعض فتجيبهو الابليكيشن البرادكت بنحطه على الجزور بس نبعد عن فروة الشعر نصف سنتي او من سنتي لاتنين سنتي عشان نتفادى ظهور القشرة بنحطه بطول الشعراية لغاية الجزور لغاية اطراف الشعراية طيب بنعود بيه قد ايه يا اما تسبوه يمتص طبيعي يعني ياخد بقى ساعتين تلاتة انت كده كده قاعدة في البيت عايزة تصراعي يمتصصه شوية عشان احنا في الشتة ممكن تلبيسي بروكاب يتعرضين لدرجة حرارة وبعد ما يمتص تماما احنا جايبين الهير ستريتنر نقلل درجات الحرارة مزاي ما كنا بنسمع ولا كنا بنشوف الطرق المختلفة اللي دمارت الشعر ما بنحطه 750 ولا 400 في هرنايت لا بالعكس احنا بنقلل درجة الهير ستريتنر لغاية 220 it's maximum وبوصيلة بوصيلة او بنقول عليها خصلة خصلة بمسك كده امشيها بس على الشعر انا بعمل ايه انا بفتح مسامية الشعر عشان انزل الاحماض الامراتية والمواد الفعالة اعمل the best absorption of active ingredient اللي هو اعلى امتصاص بالمواد الفعالة to get the best result on short time عشان اوصل لا افضل النتايج افضل النتايج في وقت قصير مش طويل معايا متعادي من غير ما ادور الشعراية بس بعمل بقى كل ده الشعري بسيبه ثلاثة ايام بدون غسيل بسيب هنا عارفة لو ايه امتص براحتك رتب الاحماض الامراتية براحتك ارجع عيد كرة الطبيعي اللي في الشعر بنعوض الفاقد واللي كمان ما كانش موجود لان الشعر الخشر مجعد هو بيبقى عنده فاقد من الاحماض الامنية دي فاقد من الكرة الطبيعي فاقد من الكولوجين الطبيعي والبروتنات الطبيعي فبعوضها بالproduct نوع 3 ايام نخسلش شعرنا بعدها بخسل شعري بقى عادي بشامبوه مونستيل اعمل حمام زبدة شي ازود ترتيب الشعراية احافظ على نتيجة الكرة من منتجات مونستيل طيب بداية كده من سنة كم اقدر استخدم المونتجة من الاطفال من اول ما هي الام بتاخد بالها ان بنتها شعرها مجعد اي خشن اللي هو شعر الكنكي فهي حست ان الشعر خلاص بقى ده لا ده خشن قوي طب بنتي هتبتدي بقى تروح مدارس تروح نيرسري فهي متعرضة التنمر يا امه انا بحس النوع شعرها او ده في دي اني ايه عامل ورفية لكن انا ممكن بالهيركي الروتين بتاعي بالعناية بشعر بنتي من وهي صغيرة احس النوع الشعر اعيد تكوين الكارتن والبروتينات اهتم بتغذيتها واكلها كل ده هيفرق معاها جدا في نوع شعرها طبعا في ناس كتير قوي بتشوفنا دلوقتي وممكن تسأل بقى طب انا مش عارف استخدم المونتج طب انا هبقى عندي اسئلة كتير طب هو دلوقتي الفقرة خلصت ورا عندي كم سؤال في طبعا في فريق مختص بيورو طبعا طبعا دي اهم حاجة ارقام التليفونات عشان يلحقوا ستين عرض ما عندناش غير ستين عبود برازيليان كارتن من مونست عشان ما يزعلوش مني اه انا بخلص الحلقة بلعيهم على الفيسبوك بيدخلونا من خلال الكيو ار كود يعني يدخلوا بس من الكاميرا الموبايل على الكيو ار كود هيدخلكوا على صفحات الفيسبوك لهم انا عايزة عرض النهاردة لفي البيو الهانم عايزة الكارتن عشان الحق حس النوع شعري عالج الهيشان الخشونة الموجة نوع الشعر الكنكي المجعد هم ستين عرض بس لأول ستين متصل او من خلال ارقامنا على التليفونات او بعتلنا واتساب يتواصلوا ديركلي مع الفريق وهتاخدوا عليه هدية اي منتج من باقي لعن منتجات منستل اللي بيحب الوصفات زبدة الشيئة كريم التصفيف بيحبوا الزيوت الهندية المدعمة بالمارولا والمرينجا والبرغاموت وزيتور قرطوم وعشبوت النايم كل دي براودكس منستل ممكن يشوفوها من خلال صفحة الفيسبوك ويختاروا هديتهم بس تلحقوا هم بستين عرض الحقوق دلوقتي وانتوا واحنا بنتكلم حالا دلوقتي ايوا الحقوق دلوقتي لان فعلا احنا بنخلص اول ما بخلص الحلقة بيجي لي تليفون للاسف خلاص البرغاموت خلص